هذه التغريدة تم أو هذه التدوينة تم إعادة تدولها مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي كتبها الراحل عبد الله محمد مرسي في نعي والده نقرأها عليكم يقول مر شهر على فراقك يا قرة العين كأنه اليوم دفن قلبي يا أبي يوم دفنت وتفاصيل كثيرة دفنت بجوار أبي كضحكتك تلك التي تمحي كل أحزاني ونظرتك المليئة بالحنان التي تزيل أوجاعي وحديثك لي الذي كنت أنسى به هم الدنيا وما فيها وحضنك الدافي الذي يزيل كل جراحي وأوجاعي والله يا أبي لا يشفي صدري ويجبر روحي المكسورة ويذهب حزني إلا أن ألحق بك على دربك وعلى طريقك فلم تعود لدي رغبة في الحياة من بعدك يا أبي فارقت الحياة فكيف لي أن أعيش بدون وجودك فيها كنت أصبر نفسي بأنك يوما ستعود ونجتمع مرة أخرى ألف كلمة وكلمة لا تزال عالقة كالغصة لم أخبرك عنها قبل أن ترحل فقدانك يا أبي موت على قيد الحياة برغم أنك رحلت من الدنيا إلا أنك لم ترحل مني لازلت تسكني ولا زلت أراك في كل مكان وأسمع صوتك طوال الوقت يا أبي عزاؤنا الوحيد يا أبي أنك شهيدا وحي عند ربك ترزق نحسبك كذلك ولا نزكيك على الله وإلى لقاء يا أبي تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان رحمة الله عليك ورضوانه يا أبي سلام أو سلام الله عليك يا أبي طبت وطاب مثواك اللهم اجمعني به في جنتك وعلى حوض نبيك المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واستخدم هاشتاغ الرئيس الشهيد وها هو بالفعل التحق بوالده عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي هذا الخبر بوفاة نجل الرئيس الراحل أيضا محمد مرسي محمد مرسي